خلال الاسبوع اللي فاتحنا اتكلمنا على اللعب المالي النظيف وعلى رخص المدربين النهاردة بما اننا يعني بنشوف ردود افعال فالنهاردة الحقيقة كانت حاجة كويسة جدا دكتور جمال محمد علي مدير ادارة المدربين في اتحاد كرة القدم ظهر النهاردة في فيديو بيشرح فيه الخطوات اللي تم اتخذها او اللي اخذها اتحاد كرة القدم بخصوص رخص المدربين الصدفة يعني بالصدفة مش مش بعد بسمع البنامج ولا حاجة وان احنا كلمنا برح ميت مرة مثلا عشان يخش معنا ويقفل السكة وبعد كده يعمل الخاصية والكلام ده كله فيش مشكلة دكتور جمال حبيبنا دكتور جمال احنا اهم حاجة بالنسبة لنا ان احنا عملنا قضية والناس بدأت تتحق الحمد لله الحمد لله لانها قضية للصالح العام مش قضية الاسلام ولا قضية للأهلي لا هي قضية للصالح العام فالحمد لله دكتور جمال محمد علي عمل فيديو صدفة صدفة مش قصده يعني او هو يعني كان محضر الموضوع من زمان مش بعد ما سمع البرنامج ولا حاجة وبالصدفة كده بيقول ان هو قاعد اول امبارح مع المدير الفني للاتحاد الافريقي اول امبارح هو بالمناسبة الفيديو موجود على صفحة الاتحاد الكرة القدم على فكرة مفيش منع ان انا ادي لكل واحد حقه فيش مانع انا لما احد الزمله بيطلع وبيتكلم وبيقول انفراد مثلا واحنا بنقوله بعد وبنقول يعني انا مثلا الاستاذ محمد شبانة واحد من الناس اللي انا شخصيا هنا في هذا البرنامج انتقدته مبل كده بسبب الرجل الحقيقة بيشتغل دلوقتي بمنتهى المهنية رجل المحترم بيعمل ايه لما بيلاقي اتنين بيهجموا النادي الاهلي مثلا بيبقى هو في مكان النادي الاهلي وبيفضل يدافع ويتكلم ويخش في الناس ده اسمها مهنية هو عمل كده وبيعمل كده فعشان كده هل انا ما ينفع يعني انا انتقطب لكده لسبب دلوقتي لما يعمل حاجة كلنا بنشوفها وكلنا بنتعلم منها وبنشوفها ما نقولهاش لا نقولها ايه المشكلة يعني كابتل متحط شالة بنبارح طلع وتكلم وقال فيما يخص الموضوع اللي كان اللعب المالي النظيف يعني انه هو انتقد اسلام الشاطر وكده رجل طلع نافع هذا الكلام في برنامجه شكرا انا كابتل متحط والله يعني حاجة لطيفة منك جدا ان انت تطلع تعمل حاجة زي دي انا بشكرك عليها جدا لكن لازم نقول الكلام ده هل لما حد يعمل حاجة كويسة ما نقولش انه هو عمل حاجة كويسة لا عمله حاجة كويسة وبنتعلم منهم وبنشوف تعلم منهم اللي بيناسبنا يعني فبالتالي ايه المشكلة لما تدي لكل واحد حقه فهو الكابتل جمال قعد اول مبارح بالصدفة مع المدير الفني للاتحاد الافريقي ليه علشان مصر تنضم الاتفاقية الكوتشنج الخاصة برخص المدربين الحمد لله والشكر لله على فكرة من اسعد لحظات الواحد في حياته لما يكون عامل موضوع ويلاقي رد فعل جيد عليه رد فعل جيد عليه فكابتل جمال قعد مع المدير الفني للاتحاد عشان يشترك فيه دورة الكوتشنج الخاصة برخص المدربين واللي عملها الكاف من 2019 استرسل الدكتور جمال محمد علي في الشرح بالتفصيل عن هذه الرخص لكن حقف بس عنده نقطة مهمة جدا دكتور جمال دكتور جمال نفسه بالمناسبة كان نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سنة 2019 لغاية 2021 بعد رحيل مجلس المهندس هانيا بوريدا وكان ضمن اللجنة الخماسية اللي كانت برئاسة الأستاذ عمر الجنين كانت هذه اللجنة موجودة لإدارة شؤون كرة القدم يعني كانت سلطته أعلى من منصبه الحالي يعني كان نائب رئيس الاتحاد أو كان نائب رئيس اللجنة الخماسية التي بتدير شؤون كرة القدم هو بس يا دكتور جمال هو حضرك من 2019 ل2021 يعني إيه اللي حصل سلطتك كانت أعلى من منصبك بتاع دلوقتي سنتين حضرتك كنت موجود فيه من 2019 ل2021 وحضرتك في الفيديو مش إسلام وحضرتك في الفيديو بتقول إن الموضوع ده بدأ من 2019 طب كنت فين حضرتك يا دكتور جمال هو ليه ما بدأناش من ثلاث سنين واختصرنا يعني على المدرب المصري الغالبان ثلاث سنين ليه يا فندي ما عملناش كده لما حضرتك تطلع وتشرح وتقول إن الرخصة بدأت بنظام الساعات المعتمدة وكمان متحدد أعداد المدربين اللي هيخدوها في كل مرحلة أنا شايف إن ده في ظلم كبير جدا لمصر مصر فيها مدربين كتير جدا 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 ما اخدوش الرخصة عفوا لكن حسب كلام دكتور جمال إن كل دورة في مرحلة الـ D والـ C هتكون تلاتين مدرب فقط والمرحلة A و B هتكون خمسة وعشرين مدرب والبرو هتكون عشرين مدرب فقط وبالتالي حضرتك كده تلاتين في التلاتين و تلاتين ستين مدرب وفي الـ A وال B 20 و 20 و 40 هادي ميت مدرب وفي البرو عشرين يعني مية وعشرين مدرب حضرتك من 2017 لغاية هذه اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم ما فيش دورة تدريبية عملت في مصر عشان الرخص دورة رخص يعني يعني مصر عشان تعمل دورة للبرو أو عشان يبقى فيه مدرب معاه رخصة اسمها البرو البروفيشنل يعني هتحتاج كم سنة ده ظلم كبير جدا للمدربين لازم يا فندم يكون فيه تواصل مباشر مع الكاف لحل الأزمة دي يا إما حضرتك تزود الحلقة يا إما العدد أنا آسف يا إما تشوف آلية مختلفة لهذا الأمر تخيل حضرتك من 2017 لغاية اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها دي دي تلات ست سنين لم يتم عمل دورة واحدة لمدير ولا إي ولا بي ولا سي ولا دي ولا البرو طبعا خلال ست سنوات فانت دلوقتي المطلوب إن أنا أعمل هذه الدورات لمائة وعشرين مدرب طب عدد المدربين اللي في مصر أنا بقول لح أنا معرفش عدد أنا بقول أي يعني من الناس اللي كلمتني بس أكتر من المائة وعشرين بكتير المدربين اللي كلموني أنا بس أكتر من المائة وعشرين بكتير طب يا كابتن جمال دكتور جمال كيف سيتم اختيار العدد المدربين في كل مرحلة يعني السي والدي حضرتك بتقول تلاتين مين اللي حيختار التلاتين ده أنت على الأقل عندك ألفين مدرب ما بين قطاعات النشئين والفرق الأولى المساعدين والأكاديميات المفروض يكون عندهم رخصة يا جماعة الموضوع ده خطير ومحتاج توضيحات وشغل كتير ده مش لصالح إسلام ده لصالح كرة القدم المصرية فدكتور جمال من فضلك احنا محتاجين شرح أكثر تفصيلا يعني حضرتك دلوقتي حضرتك اللي حتختار تلاتين مدرب في السي والدي يعني ستين مدرب في السي والدي ولا مين اللي حيختارهم لجنة اللي حتختارهم ولا مين ده فيه ناس من ألفين وستاشر مقدمين لغاية دلوقتي والتحاد الكرة في ذلك الوقت كنا يقول لهم هنتصل بيكم هتعملها ازاي هتعملها على الأقدم ولا هتعملها بالكفاءة ولا هتعملها كاللعب الدولي مثلا هتعملها ازاي ولا بالهوى أنا دكتور جمال مثلا يعني أنا عارف دكتور جمال رجل حريص جدا في شغله لكن حريص على العدالة يعني في شغله فأتمنى أتمنى أن ما تبقاش بالمزاج لا احنا عايزين آلية واضحة لهؤلاء المدربين حرام عليكم من 2016 لغاية دلوقتي ما فيش مدرب خد رخصة ولا ايه ولا بيه ولا سيه ولا ديه ولا بروفيشنل هو أنا أنا ممكن أعمل سؤال يكون فيه إحراج كبير لحضراتكم هو كان مدرب مصري عنده الرخصة البروفيشنل ده إحراج لاتحاد الكرة بالمناسبة مش لمدربين المدربين كلهم كويسين وكلهم كفاءة وكلهم أسماء لعب الدولي وأسماء لها تاريخ كبير جدا في كرة القدم وأسماء لها أصلا تاريخ كبير في التدريب وما خدوش البروفيشنل مش عشان هم مؤثرين لا 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 يا فاندم عشان اتحاد كرة القدم هو اللي مؤثر اتحادات السابقة من 2016 يعني لغاية دلوقتي وبالمناسبة اللي معاه رخصة البروفيشنل أو الرخصة إيه أخدها من بره مصر وهم أعدهم لكم على خمس على إيدي على إيد واحد أقل من الخمسة فأنا الحقيقة برضو دكتور جمال أنا عارف أن هي خطوة جيدة لكن أنا أرجو من حضرتك أن أنت تحط خطوات أخرى ويعني خطوات كبيرة في هذا الأمر لأن إحنا عندنا وأنت تعلم هذا الكلام إحنا عندنا عدد كبير من المدربين في مصر يستحق مننا ويستحق من اتحاد الكرة يعني أنه هو يقف معاهم بشكل أفضل من كده إحنا بنتكلم على 120 مدرب في وسط مش أقل من 10 من 18.000 مدرب